المحور الثاني التغذية الدرس السادس الغذاء للعيش والنمو الإنسان الحيوان النبات أتعرف لماذا تتغذى الكائنات الحية؟ تتغذى الكائنات الحية الإنسان الحيوان النبات للعيش والنمو إلا أن الحاجة لكل كائن حي تختلف باختلاف النوع الذي ينتمي إليه وتتمثل وظائف الغذاء فيه النمو إنتاج الطاقة الضرورية لأداء الوظائف الحيوية للجسم تعويذ ما يفقده الجسم من ماء وأملاح وقاية أعضاء الجسم ويستوجب ذلك تصنيف الأغذية حسب وظيفتها ألف الأغذية البناء أغذية النمو وبناء الجسم وتتوفر في اللحوم والأسماك والبيض والحليب والبقول الجافة وبالأملاح المعدنية التي تساعد في بناء العظام والأسنان وتتوفر بنسب هامة في الأسماك ومشتقات الحليب الجبن خاصة باء الأغذية الطاقية وتمثلها السكريات والنشويات والتي توجد في أغلب الثمار وفي النشا الموجود في الخبز والبطاطا والدهنيات التي توجد في الشحوم والزبدة والزيوت النباتية زيت الزيتون جيم الأغذية الوقائية ويمثلها الماء الذي يعتبر عامل تحليل وتليين والأملاح المعدنية والفيتامينات والسيلولوز الذي يسهم في التخلص من الفضلات بصفة منتظمة الأغذية التي يعيش عليها الإنسان يا ترى هل يمكن للإنسان أن يعيش على نفس الغذاء بصفة مستمرة؟ بالطبع لا فالإنسان يسعى للتنويع في غذائه حتى ينمو بشكل جيد ويحصل على الطاقة اللازمة للعيش وفي هذه الصورة طفلة تأكل حتى تنمو الأغذية التي يعيش عليها الحيوان هل تتغذى جميع الحيوانات على نفس النوع من الغذاء؟ تختلف أنواع الأغذية بالنسبة للحيوانات على اختلاف أصنافها فنجدوا الحيوانة العاشبة يتغذى على العجب اللاحمة يتغذى على اللحوم الكالشة الذي يتغذى على الأعشاب واللحوم والإنسان كالش لأنه يأكل أغذية نباتية وأخرى حيوانية ومعدنية تقوم النباتات بصنع غذائها بنفسها عن طريق ثاني أكسيد الكربون الذي تستمده من الهواء أشعة الشمس والأملاح المعدنية من التربة وفي نهاية درسنا لهذا اليوم يبقى السؤال المطروح هو هل تحتاج الكائنات الحية إلى الماء؟ الإجابة نعم وقد قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي يساعد على حمل المغذيات والأكسوجين إلى الخلايا يرطب الأكسوجين من أجل سهولة التنفس يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة يحمي الأعضاء الرئيسية يساعد الجسم على امتصاص الغذاء يشكل 75% من العضلات يشكل 75% من الدماغ ينظم حرارة الجسم يشكل 83% من الدم يزيل النفايات يشكل 22% من العظام يحمي المفاصلة من الصدمات أتدرب أذكر ما على المنزدة من أنواع الأغذية الإجابة أنواع الأغذية الموجودة على المنزدة هي 1. أغذية البناء والنمو اللحوم والحليب 2. أغذية الطاقة 3. أغذية الوقاية بعض الخذروات كالجزر واللفت الغلال كالموز والتفاح أترك ما يتناوله الإنسان وأشتب الباقي 4. جبن 5. يرقة 6. لحم الدجاج 7. حليب 7. عشب 8. سمك 8. الإجابة 9. جبن 10. لحم الدجاج 10. حليب 11. سمك 10. سل بين أنواع الأغذية ذات الصنف الواحد 11. الإجابة 11. أكتب أمام كل حيوان 12. الأطعمة التي يتناولها 12. جذر 13. عظم 14. لحم 15. خص 16. دودة 16. قمح 17. الإجابة 17. دودة 16. قمح 17. جزر 17. خص 18. عظم 18. لحم 19. تأمل المشاهد ثلاثة 20. ماذا تلاحظ؟ 21. تأمل المشاهد ثلاثة أن التربة كانت جافة وبعد أن ارتوت بمياه الأمطار أصبحت ريانة مخذرة أكتبوا يتغذى جيداً لا يتغذى جيداً تحت كل صورة الإجابة يتغذى جيداً يتغذى جيداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر